السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تي في كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مابسوطي اليوم بدي اديكم ميزة لأي واحد بيمتلك جهاز من شاومي ومن ريدمي ومن بوكو ميزة من ميزات لفلاكشيب ايش يعني فلاكشيب الاجهزة الرائدة الاجهزة العالية تصور انه انت تحاطت عندك ميزة من ميزات الاجهزة الرائدة العالية وهي اصلا مش موجودة عندك ولا بتعرف عنها اشي اليوم في هذا الفيديو هنحط الميزة هادي انتظرونا الان يلا اللايك الى هناك صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شو هذا الجهاز هذا الجهاز شو مطمعش اكيد الكل عارفه وهذا الجهاز انا بستخدمه يعني موجود عندي في ميزة انا كنت حكيت عنه قبل كل كوكاعدة تقوله طيب انا مش موجود عند الميزة طلع معيها لو جينا على اللي هو الاعدادات وانزلنا تحت وجينا على حاجة اسمها الميزات الخاصة في عنا مساعدة الكاميرا الامامية النوافذ المنبثقة الواجهة الثانية الوضع البسيط هذا كله موجود اكيد يا الناس كتير عندهم هذا الكلام ولكن معدل نبض القلب هذا موجود عندك لا مش موجود طيب طلع ما ايش بعمل هذا هذا انا لو اني ضغطت على البصمة هادي هيكا هيبلش يقيس نبضات القلب بقولك لا تحرك اسبعك والان هيطلع لك نبضات القلب وهيو جبنا اسبعنا اتنين وثمانين نبضات القلب للشخص الطبيعي يعني من مية وانزل لما يكون مرتاح مش بيجري طبعا لما بتجري بصير مية وعشرين ومية واربعين هذا ايش طبيعي طيب كيف هدا نزلها عجزتنا والاسهل منها وحتى لو ما في عندك بصمة في الشاشة هخليك تنزلها يلا خلينا روح نشوف كيف هيني جبتلك جهاز نوت 11 تمام جهاز فئة متوسطة صغيرة وحلو وزاكية بدنا ننزل عليه نيجي الان اول حاجة على متجر بلاي وننزل نكتب في متجر بلاي مشغل النشاط وهي مشغل النشاط ونعمل له تسبيت فتح حسنا هيحمل لك التطبيقات اللي موجودة بجهازك جمع الان التطبيقات اللي بجهازك وهي كل التطبيقات اللي بجهازك هذا التطبيق يعني ممتاز جدا وبعدين في ناس بقول لك اه بخوف بخوفش لا ولا بخوف ولا اي اشي ولما تلاقي خفت منه بتروح بتعمل لغا تسبيته ما في مشكلة بعملش شي في الجهاز ما تخاف في عنا زاهرة والسيرش اللي هو البحث تيجي هنا في البحث او قبل ما تيجي في البحث ارجح هيك نيجي على التطبيق هايو ضغطة طويلة زي هيك معلومات التطبيق هاي اذونات اخرى اذونات التطبيق بنجعل الاذونات هذي بنقول له الخضر هادة خليها الحمراء خلصنا نطلع منه نسكر كله من جديد ونفتحه من جديد هايو جمع للتطبيقات مرة اخرى بنجعل السيرش اكتب هنا في السيرش قلب قلب بس اجيك معدل نبض القلب معدل نبض القلب تنتين باجعلي هادي على الثلاث نقاط شايف الثلاث نقاط باجعليهم زي هيك في عندي اربع شغلات معدل نبض القلب وانشاء اختصار واطلاق النشاط وتحرير الاختصار انا بدي انشاء اختصار تمام اطلع منه خلص اصبح عندي انا فيك حاجة اسمها معدل نبض القلب بضغط عليها زي هيك تفتح لي بالطريقة هادي بقولك هنا قياس معدل نبض القلب اثناء القياس سيتم استخدام فلاش هاتف كمصدر مستمر للضوء وستكشف الكاميرا التغيرات في تطفق الدم سيتم بعد ذلك تحليل الصور وتحديل معدل نبض القلب بناء على الانماط المتكررة دير بالك هذا معدل نبض القلب بشكل صحيح بجسلكية مش بشكل خاطئ بشكل صحيح الان هنبدأ ما لابدأ ايش هيعمل بقول لك بديه استماح بتقول له اثناء استخدام التطبيق الفلاش هايو لاحظت انه ضوء صح هايو صح ولا لا تم لحاله ضوء بقول لك استخدم اصبع واحد لتغطية الكاميرا والفلاش في نفس الوقت فانا بتاجي حط اشوف اي كاميرا فيهم تمام هاي الكاميرا هاي ها الكاميرا اللي فوق وهي الفلاش تمام الان هايو جار القياس انا الان حاطت اصبع على الكاميرا والفلاش في نفس الوقت ها تمام طلعش كاتب تحت هنا ها ان شاء الامر يكون واضع عندك طلعش كاتب تسعين نبضة اعين علي انا اموت انا وعيد السنة تمام كيف خلص تم القياس بنجاح قديش عرض التقرير سبعة وتمانين نبضة في الدقيقة كيف هيك يا باشا واي جهاز بتنقدر تستخدم عليه هادي الميزة اللي ميزة الفلكشيب اللي موجودة باجهزتنا في عنا حاجة جديدة ايضا بدنا نشوفها معلومات البطارية حالة البطارية مكتوب جاري الشحن انا بشحم في الجهاز هاي نسا هاي نسا هاي نسا اه تغذية الكهربائي كي طيار متردد ومستوى البطارية عندي ايه اللي هو تلاتة وتلاتين وصحة البطارية جيدة هادي مستوى مية المية هادي ها تكون مية عند الكل جهد البطارية ودرجة الحرارة تلاتة وتلاتين نصدر صحوات البطارية وتكنولوجيا البطارية ليتيوم بوليمر اي اسمها قديش يمشغل الجهاز لحتى الان متصل ما انفصلش مية واثنين ساعة ما انفصل الجهاز ولا اشي فهادي كيف انا نطلحها من جهازي واي جهاز بنقدر نطلع هادي الميزة فيه مباشرة الان نيجي الان لو جيت مسلا فصلت زي هيك ايش كتب لك لا يتم الشحن يعني انت الان فصلت الشحن يعني هذا بعطيك معلومة كيف وضع بطاريتك يا باشا وانا ايضا كمان عملت فيديو وهي الفيديو لاول مرة رسميا معرفة نسبة البطارية ها بتقع الكاميرا لاول مرة رسميا معرفة نسبة صحة البطارية 95% انا بطاريتك كيف هذا برضو بتقدر من الفيديو هذا الان تعرف كمان بطاريتك وكيف وضعها يا معلم اي بطارية او اي جهاز من شاومي كيف نطلحها منيجي على مشغل النشاط نفسه هو منيجي علي زي هيك هجمعي الان التطبيقات من جديد المية جمحن بتيجي هنا على سيرش على البحث لازم تكون متبع المعلومات اللي انا قلتها بالاول دربالك اه نفس ما يعني اذا ما تبعتها كلها مش هتقدر بتعمل الامور هذي معلومات البطارية بتيجي عليها هالتلات نقاط وبتيجي على انشاء اختصار وهي الان انشاء لي اختصار اسمه معلومات البطارية باجي عليز هيك وهي معلومات البطارية عندي وبتظلها موجودة على اللي هو الشاشة الرئيسية هايها وهي عنا معدل نبضات القلب كيف يا معلم لوز يا معلم سحر ايه سحر ده صح والله ان شاء الله نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام